نصح محمد رمضان بايه؟ محمد رمضان ياريت بس ايه يبطل يتكلم عن حياته الشخصية يعني يبقى غامل شوي يعني يبطل يحكيه في البقش يبقاش نمبر وين يعني؟ وهو مش نمبر وين لا هو مش نمبر وين هو عمل أغاني قال أنا نمبر وين أغاني على فكرة أغاني بتاعته حلوة يعني أغاني بتاعته شوهية كده وبيحاول يعمل فيها كاركتر الأمريكان الزنوك وبيحاول يعمل فيها يعني عامل شغل في ال وفي وقت الفراغ بتاعه بيسلي نفسه انت لست رأس على قون يوتيب انت قمت شوي آه مش نمبر وين لأ لأنه في ناس نمبر وين كتير غيره مين نمبر وين؟ نمبر وين عاد الإمام على مستوى السينما وعلى مستوى المسرح ونجم باره 40 سنة على مستوى الوطن العربي وعالميا حتى لو سألت عنه هتلاقيه معروف بره أكتر فتا هيفضل نمبر وين حتى وبين يجيه طولت العمر هيفضل نمبر وين حتى بعد ما يموت لأنه ما حدش بيعه في حقق نجمية لمدة 30 سنة أو 35 سنة مستمر معتلي مكانه وبعدين عنده زكاء غير عادي في التعامل مع الناس مين تاني غير أستاذ عادل؟ في المسرح سامير غينم برضو محتل مكانة محمد نجم كتجاري مسرح تجاري محتل مكانة كل دون نمبر وين نمبر وين أحمد السقق كريمة عبد العزيز أحمد عز على مستوى السينما تمر حسني على مستوى المطربين اللي احتلوا مكان كأبطال في السينما نمبر وين ممكن يكون مش نمبر وين في الغنى بس كمطرب اشتغل السينما نمبر وين وعمر دياب عمر دياب هو جميل هو كمال عمبر برضو عمر دياب نمبر وين كمطرب إنه يعرف برضو يحتل مكان نجم وعدد سنوات ياسر جلال أمير كرارة النجوم اللي هما ظهروا مختلف دون الصعيدين الصعيدين اللي اتأخرت نجوميتهم طال اللوت فيه اتأخرت النجومية لكن عارفوا يوصلوا دمين نمبر وين في السيدات مونة زاكي هيلة جدا رغم أن هي وقلة في انتاجها يعني مؤخرا بتقعب بالسنتين لغاية ما تعمل فيلم بس مونة زاكي نمبر وين لأنها عاملة أدوار كويسة ووصلت لأجر كويس مؤخرا برضو احتلت المكانة نيلي كريم كأنها في آخر خمس سنين كنت بتشتغل شغل من نار فبقت نمبر وين على مستوى الفيديو غادة عبد الرئيزة برضو تعتبر نمبر وين برضو في الفيديو مش في السينما ولا في المصر على مستوى المسلسلات أقول لها ربنا يوفقك واخسرناك السنوات اللي فاتت وكنت محققة كويس قوي قوي وكنت تعتبر بطلة متميزة في وسط البطلات واخسارة الفطلة انت عادتها بس ان شاء الله يعني تقعد تشتغل كويس كده تحاول توصل اللي فات باللي جاي يعني عشان انت عارف احنا شعب نساي فلما النجم بيبعد أو النجمة بتبعد لو قعد سنة في البيت بيفكر مثلا أو سنة في البيت واحدة بتولد حملت بتولد بتردع سنة ونص يقول لك يا هي لسه بتمثل عايزيني الناس قدامهم بكون طول الوقت فربنا يعينها والجمهور يتقبلها تين